ازايكو عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير. توقعات برج الجادي رابع اسبوع عن شهر فبراير الفين تلاتة عشرين. هبدأ بالجانب المهني. محتمل تتولى قيادة مجموعة داخل العمل. طبعا دي توقعات يعني لغير ما حدش يقدر يرفغ ربنا. احنا بنستفيد الدردشة وكمان النصايح لولفت انتباهك او انتباهك لحاجة اه بالنصيحة. المهم يعني ان المفروض ان مواليد برج الجادي اه الاحتمال يكون فيه قيادة ليهم ليه مجموعة من فريق العمل. اه وده هيكون محتاج خطوات بشكل حكيم. يعني انت المفروض هتقود ناس. فده محتاجة حكمة كبيرة. زي ما مكتوب كده. اه خطوات محتاجة كتير من الحكمة. اه عايز اقول لك واقول لك لو انت فيه ناس تحت قيدك شغالة او هتعمل بيهم مهمة معاناة تبع الشغل. اه دي حاجات بتعاوض يعني لو انت اول مرة تعمل كده فدي فرصة لك ان انت تبتدي تتعلم حتة الادارة. القيادة. اه مرة مع مرة انت هتبتدي تكتسب خبرة القيادة. ودي حاجة مهمة ومطلوبة جدا. لانك اكيد ممكن يجي عليك وقت وتترقى. ممكن يجي عليك وقت تعمل مشروع وهت يعني تبقى اداري. فدي من الحاجات اللي انت المفروض تستغلها بشكل صح وتاخد منها خبرة. والقيادة لها يعني زي ما بيقولوا كده لها اسلوبها. ليها طريقتها. الادارة من الحاجات اللي فيه فن الادارة. سوري فن الادارة. ده غير كمان انه محتمل برضو صفر داخل العمل. صفر يعني هيكون تابع للعمل. وده هيكون بالمناسبة يعني سبب المفروض برضو من الاسباب اللي هتخليكوا تتقدموا او تكتسبوا خبرة منها جديدة. وليه نتائج ايجابية. وده اللي انا قريته يعني. بس عايز اقول لك واقول لك ان اي مهمة جديدة تجيلكوا. اه يعني بلاش ترفضوها. بلاش حتة ان انا اقلق منها. لأ ادخل ويعني وفود في التجربة او خوض المغامرة. المهم ان انت تمشي في التجربة دي. التجربة احنا البناء ادم له للتجارب ما كانش اتعلم. كل واحد في مجاله. اه من الناس اللي نجحة وحاية حتى اللمبة اللي بتنور. اللي خليها اتنور زي اديسون يعني. ده مش من اول مرة. التجارب. التجارب بتعلم. التجارب كمان بتضيف. فياريت لما يكون في قدامكم تجربة تخدوها. سدقوني هتستفيدوا هتستفيدوا. ربنا يا رب اه يوفقكم ويديكم الحكمة ويقويكم في العمل. خشوا بقى على الجانب العاطفي هبدأ بالعزاب. ارتباط واعجاب من خلال جيرة جديدة. يعني في ناس جيران جداد ممكن من خلال هم اللي يحصل ارتباط. ده غير كمان ان في ارتباط صالونات برضو بس بنسبة قليلة. حابب اقول ان ارتباط الجيرة من الحاجات اللي بتأثر علينا مسافات كتير. ان احنا منفهم الشخصية. ده جرنا. فاحنا على طول فاهمين طباعه. وعارفين اهله. وعارفين يعني صورة مش قليلة عنه. او عارفين معلومات مش قليلة عنه. فده بيسهل الامور. المهم ان انا مامشيش حتة وراء قلبي. وابتدي افكر بالعقل اكتر. وارتباط الصالونات برضو هكرر النصيحة المهمة او عي تخلي فترة الخطوبة قصيرة. وانت او عتخلي فترة الخطوبة قصيرة. انت هتتقدم لوحدة من خلال ناس معرفة. ما تعرفش عنها حاجة. مش هتعرفها فترة قصيرة ابدا خمس شهور والكلام ده. حاجات دي مش صح ولا بالعقل. فخلي بالكم من ده علشان انتو تعرفوا بعض وتقدروا تفهموا زي كنتم مناسبين لبعض ولا لا. ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة. اما بقى بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. قد يضع مواليد برج الجدي احتياجات شركائهم قبل احتياجاتهم. يعني اه مواليد برج الجدي احتمال يخلوا احتياجات اه شريكة حياتك. اه تخلي احتياجاتك قبل اه اه احتياجاتها صوري قبل احتياجاتك. اه فدي من الحاجات اللي خدت بالي واول مرة ارى حاجة زي دي. لو انت بتعمل كده لزوجتك او لمرتبط بيها فانا عايز اقول لك ان انت شخصية اه محترمة جدا. اه الناس اللي بتبدي وعرفة حجم المسئولية مش موجودين كتير. يعني فيه اغلبية الناس يعني فيه رجالة متزوجين وشباب عنده رقم واحد نفسه. وفيه رجالة وانا شفت شخصية كده عنده رقم واحد زوجته اولاده. ده انا شفت شخصية يعني بتعامل معها اه صديق لي اه دايما يبدي ولاده وزوجته وكان يقول لي اه مدام هم مبسوطين انا مبسوط. انا كنت باحترمه جدا مجرب ما اسمع الكلام ده. وشوفه هو بيقول لي كده وشوفه هو بيعمل ده اه يعني هو ممكن يبديهم في حاجات كتير. هو ممكن يلبس لبس قديم علشان هما يلبسوا جديد. ما يجددش هو لبس بدل ما يشتري لنفسه لبس جديد لا يلبس يجيب لهم هما. انا بحترم الشخصية دي جدا. ويتهيق لي اي شخص يعني سوي وعرف يعني ايه مسئولية يحترم شخصية زي دي. وكمان في زوجة بتبدي زوجها عن نفسها. وولادها عن نفسها. فيه ده موجود. ودي بتعمل اكتر من ما عليها. يعني الراجل مسئوليته البيت. الراجل هو مسئول عنه. فلما يبدي زوجته اولاده عنه هو عارف حجم المسئولية. وبيقوم بيها باكمل وجه. لما هي تعمل كده هي بتقوم اكتر من الحقها. يعني بتعمل اكتر من اللي عليها. فدي برضو من الحاجات الكويسة. يا ريت يا ريت تخلي بالك اقول ان ده اه ده محتاج تقدير. محتاج اعرف ان زوجي بيعمل اه بيجي على نفسه عشانه. ده الملخص المفيد. يا ريت نقدر ده كويس اوي. فيه ناس ما بتعملش كده. لا ده فيه ناس زوجته تبقى واقفة في ظهره. واي ما في البيت معاه يعني سنده سنده جامدة واي ما مسئوليت البيت معاه ماديا وبيروح يخنها. فيه كده. فيه الناس بتعمل كده. فيه ريت تاخدوا بالكم من دي. حاجة تانية بقى بخصوص المرتبطين. فيه مرتبطين هيتم اه ارتباطهم رسمي المفروض خلال الاسبوع ده. يعني هيتبقى رسمي بقى دبلة او جواز المهم المكتوب. كمان فيه مرتبطين هيتم الارتباط رسمي. آآ اللي هما مرتبطين حب يعني. يا رب كده يكون ده من الحاجات يعني التوقعات الحقيقية. واتمنى ان اكون وصلت رسالة للمتزوجين والمرتبطين مهمة يفكروا فيها. وربنا يهدي سر كل بيت ويكمل للمرتبطين على خير. الجانب العائلي. تجمعات عائلية. وكمان فيه صفر عائلي. آآ يعني فيه اجواء كده هكون سعيدة وبهجة يعني. المفروض اجواء زي مكتوب مبهجة. فدي برضو حاجة كويسة. يا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة. ولو العيلة سفرت وانت فيه حد بيشوفني. ما بيفكرش يشارك. عايزه لك تبقى غلطان جدا. شارك العيلة وانبسط بتجمع العيلة. الاوقات دي بتبقى حلوة قوي. آآ ربنا يا رب يجمع دايما كل العيلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة. اما بقى الجانب المالي. مصاريف وازمة مالية بس وقت قصير جدا وقد تستقر بعد كده الامور المالية. تستقر يعني بعدها الامور المالية. يعني المفروض احتمال يبقى فيه ازمة كده في وقت قصير وبعدها خلاص يعني الامور هتستقر. حاب بس اقول لكم يا ريت دايما اللي بيوقعنا في ازمات مصارفنا اللي هي زيادة عن دخلنا. مصارف احيانا في ناس بتعمل ده بتشتري حاجات كان ممكن تتنازل عنها ويدخل نفسه في ازمة. يا ريت تاخدوا بالكم الحتة دي. انا بشتري الحاجات المهمة. الاكل والشرب الاساسيات المهمة. دي رقم واحد لادوية. في حاجات كده مهمة قوي هي دي اللي لازم ناخد بالنا منها. اما الحاجات اللي ينفع نستغل عنها ممكن نستغل عنها لحد ما الامور تتزبط. امورنا المالية حتى تتزبط. عشان ما ينفعش يعني ولا بالعقل ولا منطق نتزنق نتزنق بسبب رفاهية. فاهميني? المهم بقى ان الامور المادية دي هتتزبط بسبب عمل اضافي. يعني في عمل اضافي هيكون سبب فيه ان الامور المادية تتحسن خلال الاسبوع ده. ربنا يوسع ما رزقكو. اما بقى لصحاب المشاريع. افضل وقت التحقيق ارباح بنسبة مرتفعة جدا. ده اللي قريته. حابب اقول برضو ياريت صحاب المشاريع يبتدوا يفكروا ازاي لو هو منتج ازاي يوسع في سوقه. ازاي يشتغل على قعدة عمله. كل دي حاجات مهمة ازاي يسوق لمشروعه. كل دي حاجات مهمة ويكون لها نتائج ايجابية. اهم حاجة ان انت تكون عارف مشروعك. وعارف اين نقطة اللي ممكن من خلالها الارباح تزيد. اه ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحه. الجانب التعليمي. لا تجعل الكسل يقودك. عليك بالبدء جد حتى تتجنب النتائج السلبية. بلاش يا شباب ويا شابات الكسل يقودكو. هو اللي يمشيكو. اوعى تستسلم للكسل في حياتك. اوعى. ابدأ على طول. ابدأ في الدراسة. اقفل فيديو ده وابدأ. اه بلاش حتة ان تسيب الكسل وااجل وخلي المواد تتراكم عليك. كل ده هيدعبك وهيدغطك. ولما تيجي يعني بفكرك تبتدي تركز هتبقى مشتت. ياريت ياريت. تخلي بالكم الحتة دي. وتبتدي آآ بجد في المواد اللي عليك علشان ده هيكون لي نتائج كويسة بعد كده. ان انت تبدت نفسك الوقت الكافي قبل الامتحانات. بلاش حتة الزنقة. وان احنا نقعد نراكم علينا حاجات تصدقوني. ده ضغط عصابت. وكمان بيوترك شوية ومش هتعرف تركز بنسبة كويسة. ربنا يا رب يوفق الطلبة ونجاح لكل الطلبة ان شاء الله. دي كانت توقع عبر الجدي الرابع اسبوع ان شاء فبراير الفين تحت عشرين. بعتزل لو طاولت في الفيديو. لو عجبك الفيديو او عجبك وتنسوش دعموني بلايك. لو مش مشترك او مشتركة ياريت تشترك عشا تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوعها. انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة. سيب لكم لينك الفيديوهات في لو انت او انت اول مرة شوفوني يمكن الفيديوهات يا رب تعجبكم. متشكرا لكم. سلام.